فَهَلْ تَجِدُ مَا تُضْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينَةً؟ قال لا ولما نده قال لا صدق به يعني على المساكين فقام على أفقر منا ابقى لبزة الفقير تطلق على شنا يا جماعة؟ المسكين عشان كده اختلفوا العلماء علماء اللغة وعلماء الشرع في التفريق بين المسكين والفقير والراجح قالوا أن اللبزتين إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا زي لبزة الإسلام والإيمان فإذا قيل مسكين يشمل المسكين والفقير وشو الرجل دفاهم كيف؟ جبير قال لا هل تجد ما تطعم ستين مسكينة؟ قال والدول آن التمر قال على أفقر منا لأنه يعلم إنه لبزة الفقير تطلق على كنه؟ المسكين فإذا جاءت لبزة فقير في نص براها كذا معناته تشمل المسكين والفقير إذا جاءت لبزة مسكين في نص براها معناته تشمل المسكين والفقير أما إذا اجتمعوا إنما الصداقات للفقراء والمساكين اجتمعوا الاثنين إن اختلفوا العلماء والأظهر والأشر والله أعلم كما رجح ابن منظور في لسان العرب ورجح الشيخ الفوزان وغيرهم إن الفقير هو المعدم أسوأ حالة من الفقير الفقير أسوأ حالة من المسكين يعني المسكين أحسن حالة من الفقير فالمسكين هو الذي يجد أحيانا ولا يجد أحيانا أو هو الذي عنده شيء ولكن لا يكفيه أشكد السفينة كانت لشنو؟ لمساكين وهي سفينة لكن مشتركين فيها كله فالمسكين قد يكون عنده شيء لكن ما بكفيه أو قد يجد أحيانا وأحيانا لا يجد فهو أحسن حالة من الفقير لأن الفقير هو المعدم